هذه أبرز العناوين ففانا حارس الكدفور نشكر المغرب على روحهم الرياضية فلم يكونوا مطالبين بالفوز ولكنهم فعلوا ذلك وليد ريجراجي يعلنها بخطوة أخيرة وكبيرة عن إبراهيم دياز هل قرر مدرب المغرب استدعاء نجم الرجاء بعد كأس أمم أفريقيا؟ والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس ففانا حارس الكدفور نشكر المغرب على روحهم الرياضية فلم يكونوا مطالبين بالفوز ولكنهم فعلوا ذلك بعدما استجل المنتخب الإفواري عودة متيرة في النسخة الحالية للكان بعد أن كان قابق سيناء وأدنى من مغادرة المسابقة قبل أن يتلقى هدية من المنتخب المغربي أعادته لأجواء التباري مطيحاً بعدها بخصوم واحداً تلو الأخر لغاية التحقيق اللقب وقل ففانا حارس المنتخب الإفواري في تصريحات لقناة بين سبورت الفرنسية نشكر المغرب على روحهم الرياضية في مباراتهم الثالثة لم يكونوا مطالبين بالفوز ولكنهم فعلوا ذلك وتوجي المنتخب الإفواري بلقبه التالي تاريخياً عقب انتصاره في النهائي على نظره النيجيري بهدفين لوحد في المبارات التي احتضنها ملعب الحسن وطرف أبيت جون أمس الأحد وليدراجراجي يعلنها بخطوة أخيرة وكبيرة عن إبراهيم دياز يستعد الناخب الوطني وليدراجراجي موضرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم لأول جولة أوروبية عقب الإقصاء من ثمن نهاء النسخة الأخيرة لكأس أمام أفريقيا بالهزمة أمام جنوب أفريقيا بهدفين دون مقابل وذكر موقع سبورت أنه علم من مصدر مطلع أن وليدراجراجي سيقوم بجولة أوروبية في الآيام القليلة المقبلة بداية بالديار الإسبانية في محاولة قد تكون الأخيرة لإقناع إبراهيم دياز نجم ريال مدريد بتمثيل الألوال الوطنية على حسابنا الرخاء وأوضح المصدر نفسه أن الرجراكي سيلتقي كذلك مجموعة من اللاعبين سواء الذين يوجدون مع المنتخب الوطني في الفترة الحالية أو أسماء جديدة لم يسبق لها اللاعب مع المنتخب الأول في أفوق استدعائها في الفترة القادمة بعد تراجع مستوى مجموعة من الأسماء وأشار المصدر نفسه لأن الرجراكي يرهن على الاجتماع ببعض الأسماء الوعيد في الملاعب الأوروبية من قيمة يوسف الخديم لعب ريال مدريد لأقل من 19 سنة خاصة وأن مركز الظاهر الأيصر يحتاج إلى تعزيزات جديدة في المرحلة المقبلة كما ينتظر أن يلتقي الرجراكي بأسرة الواحد أدم أزنو لعب الشباب باير ميونيخ الذي تدرب مع الفريق الأول وكان حضرا في بعض المبارية بعدما حظي بثقة تمسخ المدرب الفريق البفاري والذي يشغل بدوره مركز الظاهر الأيصر وذلك لبعث الإطمئنان لأسرته في أفوق الاعتماد عليه مستقبلا وأضف المصدر ذاته أن الرجراكي سيكون له لقاء مع مجموعة من اللاعبين في الديار الأوروبية بأزيد من أربعة بلدان قبل تحديد القائمة التي سيعتمد عليها في المعسكر الإعدادية المقبل يشار إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدمة كانت قد أعلنت عن تجديد اتقاف الناخب الوطني وليد رجراكي لإعداد منتخب تنفسي للمستقبل عقب الإقصاء المر من كان الكوديفور هل قرر مدرب المغرب استدعاء النجم الرجاء بعد كأس أمم إفريقيا؟ تواصل فئة كبيرة من مناصر فريق رجاء رياضي لكرة القدمة الضغط على وليد رجراكي المدير الفني لمنتخب المغرب الأول وطلبت الجماهير الرجاوية في عديد المناسبات بأحقية صفين رحيم نجم العين الإماراتية ومهاجم الرجاء السابق في اللاعب مع المنتخب المغرب الأول لكن رجراكي لم يستجب للمطالب الرجاوية في الفترة الماضية وتعلت الأصواء الرجاوي المطالبة باستدعاء رحيم قبل النسخة الأخيرة من نهائية كأس أمم إفريقيا التي احتضنتها الكوديفور بسبب عدم جهزية صفين بوفال مهاجم الرعين القطري لكن رجراكي فضل بوفال على الرحيم الذي يشغل نفس المركز وأشرت بعد التقارير الإعلامي في الساعات الأخيرة إلى أن وليد رجراكي مدرب أسود الأطلس تواصل مع النجم الرجاء السابق وندلعين حاليا لإخباره بأنه سيكون ضمن قائمة منتخب المغرب في فترة التوقف الدول القادم في شهر مارس إن شاء الله وذكر موقع وينوين أنه تواصل مع مصدر مسؤول مقارب من محيط المنتخب المغربي الأول لمعرفة صحة هذه الأخبار لينفي هذا الأمر جملة وتفصيلا مؤكدا أن الرجراكي لم يحادث بعد قائمة الأسماء التي سيوجه إليها الدعوة في تجمع الإعدادية القادمة وأكد ذات المصدر أن أخير تواصل بين وليد رجراكي وسوفيا رحيمي كان قبل كأس أفراقي الأخيرة ويبقى اللاعب من بين أبرز الأسماء التي بإمكانها أن تنال فرصتها مع أسود الأطلس في الفترة القادمة بعد تألقه الكبير في الدور الإماراتي مع نادي العين ويتمتع رحيمي صاحب السبع والعشرين عامانا والذي يعد منتوجا خالصا لرجاء رياضي يتمتع بأرقام تهديفية ممتازة هذا الموسم حيث سجل أربعة أهداف في خمس مباريات اللعبها مع العين حتى الآن في الموسم الحالي بدور أبطال أسيا وقدم ثلاثة مرارات حاسمة كما سجل نجم الرجاء السابق أربعة أهداف في إطن عشر مباراة اللعبها حتى الآن في الدور الإماراتي هذا الموسم وقدم أربعة مرارات حاسمة وهي أرقام تؤكد التألق الكبير للنجم المغرب السفيا رحيمي الذي كان ضمن القائمة الموسعة لمنتخب المغرب قبل كأس أفراقيا قبل أن يقرر وليد رجراجي إبعاده عن النهائيات نائب رئيس الاتحاد الأردني عقدنا واضح مع عموتة وإن شاء الله سنستمر مع بعض والمسيرة ستتواصل حسم الاتحاد الأردني لكرة القدم مستقبل الإطار الوطني الحسين عموتة مع منتخب النشم وقال نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم عالي مروان جمعة في مقابلة مع قناة المملكة عقدنا واضح مع الحسين عموتة وإن شاء الله سنستمر مع بعض والمسيرة ستتواصل في الأخير نحن نشغل كمنظومة بالكامل والمدرب عموتة كان دوره واضحا وكبيرا وكان أثره كبيرا على اللاعبين ولا ننسى أن لدينا مواهب كبيرة في المنتخب وكلهم أبدعوا يضيف المتحادث نفسها وأتم حادثها فريقنا متكامل ويلعب كرة قدم حادثة سنبني على هذا الإنجاز ولا يجب أن نقف عند هذا الحد وائل جمعة المغرب سينظم نسخة استثنائية للكان ولن نشاهد الصعوبة التي عانت منها الكاميرون والكوديفور أكد المصري وائل جمعة محلل قنوات بإنسبورت القطرية بأن المملكة المغربية ستنظم نسخة استثنائية في بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة 2025 إن شاء الله وقال جمعة خلال الاستيديو التحليلي لقنوات بإنسبورت ما يهمنا نحن هو الاستمتاع بمبارية بطولة كأس أفريقيا سواء تم تنظمها في فصل الصيف أو في فصل الشتاء وتبع بالنسبة للمغرب فأنا متأكد بأنه سيقدم بطولة استثنائية نظرا لعملي البنية التحتية والأجواء وأتم حديثها الصعوبة التي كانت متواجدة في نسخة الكوديفور والكاميرون لن تكون متواجدة في المغرب هذه أبرز العناوين ففان حارس الكوديفور نشكر المغرب على روحهم الرياضية فلم يكونوا مطالبين بالفوز ولكنهم فعلوا ذلك وليد ريجراجي يعلنها بخطوة أخيرة وكبيرة عن إبراهيم دياز هل قرر مدرب المغرب استدعاء نجم الرجاء بعد كأس أمم أفريقيا؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر